رسالة نوجهها لأختنا المسلمة التي تأم هذا البيت لتصلي فيه فهي على خير وأجر عظيم لكن عليها أن تحرص أن تتأدب بآداب الحرم بحجابها وعفافها وحيائها وحشمتها وعدم اختلاطها بالرجال وأن تصلي في الأماكن المخصصة للنساء في أواخر صفوف الحرم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم وليخرجنا تفيلات أي متبذلات غير متعطرات ولا متبرجات بزينة لأنها تريد العبادة وتريد أن تؤدي الطاعة على ما شرع الله سبحانه وتعالى وسن رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك لفتة إلى إخوتنا المعتكفين تقبل الله منا ومنهم الاعتكاف وسائر الأعمال أن يحرصوا على فقه الاعتكاف والالتزام بآدابه وأن يشغلوا أنفسهم بطاعة الله عز وجل ولا ينشغلوا بالهواتف المحمولة أو التصوير أو إشغال المصلين في الحرم بمثل هذه الأمور الجانبية وعليهم أيضا أن يحرصوا على الاعتكاف في المكان المخصص للاعتكاف وهو في الحرم الشريف في قبو الحرم والحرص من ولاة الأمر وفقهم الله على أن تكون منظومة الخدمات متكاملة لقاصد الحرم الشريف فجزى الله ولاة أمرنا خير الجزاء وإننا لنرفع لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وللمسلمين جميعا التهنئة مضمخة بوافر الدعاء ومضوعة بعاطر الشكر والثناء أنمن الله علينا بحلول هذه العشر المباركة والله الله في اغتنامها